اشتركوا في القناة ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي ظهرت اسفل الشاشة واللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان من داخل العراق او من خارجه الرقم الاخير اللي بصفة اشارة واتساب يقدر يدزلنا رسالة على رقم الواتساب نقرح ان شاء الله بالدقيق الاخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين الكرام نبدي حلقة اليوم وارجع واذكر ودائما اقول لكم ياهو بكل حلقة راح نقولها لحد يزعى علينا اللي احنا دان عرض يمنا بشاشتنا هو اللي انتو دات عرضوه على مواقع التواصل الاجتماعي واللي الناس دات الدولة باكثر صورة ممكنة فايش يشوفه متداول بالعراق ناخذ في حلقتنا اول ملف ويانا هو ملف المعتقلين العراقيين السجون الحكومية ومن عشرين سنة بيها تعديب نفسي وبيها تعديب جسدي اللي هو مخالف الى كل القوانين الانسانية وده يتفننون السجانين بإذلال المعتقلين وتعنيفهم وأهاليتهم بوسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات لضحايا هم يقولون انه احنا ما عندنا حقوق الغزو الأمريكي لعراق عام 2003 كرس منهج التعديب بالسجون الحكومية وكرس ويا مسألة الإفلات من العقاب وصارت منهج قائم لنظام العدالة بالعراق اللي أبعد ما يكون عن العدالة تتمثل حالات التعديب بطرق هواية الصفع، الشتائم، الإذلال، التهديد، الصعق الصعق بالكهرباء سوء المعاملة، سوء التغذية، سوء الطبابة يشمل الضرب، الضرب على البطن، على القدمين التعليق بالسقف، ممارسات أخرى غير إخلاقية يندى لها جبينة إنسانية يشمل التعديب همينة الحصول على رعاية الطبية والماء والشمس بشكل كافي فضلا عن الاكتظاظ اللي صاير بداخل السجون والأمراض اللي تنتشر بالسجون بدون معالجتها ومنها مرض التدرن الرئوي والسل والجرب وهواية أمراض فالأثناء الدول الرواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مسربة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل سجن التاجي أظهرت معاناة المعتقلين أمعان السلطات في إلحاق الضرر بهم عبر منع وصول ماء الشرب إلهم تعالوا نشوف وصف صوتنا للشرفاء الناس الشرفاء الناس العدها غيرة الناس العدها ضمير هذا سجن التاجي هذا ما بي ماء شوفوا باعوا البطالة باعوا السراء على الماء أصلا ولا قطرة ماء هاي معاناتنا ريد نوصل صوتنا للناس للشرفاء ويردون تأدية يردون من عندنا فلوس نضخلكم ماء ريدها لقد فلوس ريد شهرية ريد شهرية هل قد بنعدكم فلوس وخلي وزير العدل يجي يشوفه بعينه يجي يسوح الشهر مليون يردون على الماء ويخلي وزير العدل يجي يشوف الناس اللي خلصة ما تطلع والمرضى والتدرن والناس اللي تبوت بالسجين نرجع ونقول ما من حق أحد أنه يمنعهم أن يشربوا ماء أو يأكلون أكل نظيف ما من حق أحد ولا من حق أي جهة بالعالم أنه تحرمهم من الدول ولا من حق أي جهة بالعالم أنه تعذبهم أكبر عقوبة تعاقبها للإنسان أنك قيدت حريته أكو جهات بالعالم اسمها منظمات حقوق الحيوان اللي هي تمنع أنك تخلي حيوان بقفص فما بالك بإنسان بني جلدتك ابن بلدك أخوك بالدم أخوك بالجنسية أخوك باللغة أخوك بالدين فما من حقك تمنع لا من ماء ولا من أكل ولا من شرب ولا من دول ولا من شمس ترتفع معدلات الإصابة داخل السجناء بالعراق خصوصا سجناء التاجي بالأمراض المزمنة التنفسية والحالات النفسية الخطيرة بسبب الإهمال والتراجع المستمر في مستوى الخدمات الممنوحة لهم إضافة إلى سيطرة جهات محددة ركزوا لي على هذه الجهات هي المسيطرة على توفير أكل وشرب وحاجات السجناء بداخل السجن كل هذا بظل تراجع الرقابة من قبل المنظمات الحقوقية يأما تتراجع يأما تم منع أن تأدي واجبها بصورة صحيحة همين الصور المسربة اللي وصلت من داخل السجن التاجي إلى مواقع وإلى أناس نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي تبين لكم حجم الخطر المترتب على انتشار الحشرات القوارض داخل زنازين السجن وتأثير هذا الشيء وتهديده لصحة المعتقلين تعالوا يشوف هذا السراسل شوفوا هذا السراسل لأدنى يلا اشتركوا هذا السراسل شوفوا شوفوا هل يمكننا الوظائط المطلقين التي تتشعر لğim شكل من نبيتات هذه ستبقى فتبقى ببشرب فتبقى ولكن هذه ستبقى ستبقى السابق حسنًا، حسنًا بالنسبة إلى اللي يشتغلون، السجانين اللي بالمطبخ دولا ما يخافون على صحته مثلاً من يتصير هيتشي زيان، الوزير عند علم بهاي الصورة أو عند علم السجون هيتشي صاير أنا متأكد عند علم أنا متأكد عند علم بس ليش نعطيها إذن الطرشة هو ورئيس الوزراء والقائد العام بقوات المسلحة ووزير العدل وغيره وغيره وغيره، معرف شنو دور لجنة حقوق الإنسان بداخل البرلمان العراقي؟ معرف شنو دور الرقابي اللي دي أدي البرلمان العراقي في ظل انتشار هكذا صور؟ معرف بالسابق، أكو صور انتشرت إلى أكل معفن، أكو صور انتشرت إلى ناس نايمة بالحمامات أكو صور انتشرت إلى أدوية قليلة، إلى أمراض، إلى انتشار كثيف إلى هواية من الأمور شنو الدور الرقابي اللي سووا لحد الآن؟ همينا معرف الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من يوسف علي حسبي الله ونعم الوكيل بكم يا حكومة، بلا ذمة ولا ضمير ولا أعدكم خوف من الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سوها حكمان يقول الله ينتقى من الحكومات الظالمة أطلقوا سراح الأبرياء والمظلومين لديهم أطفال وعوائل وأمهات عبد المجيد البيات يقول إصدار العفو العام هو الحل بإذن الله ومطلب كل عراقي شريفة وبيداء تقول حسبي الله ونعم الوكيل عليهم خافصين نفسهم بالموازنة وين يدرونش يصير ما يصير هالحرامية فكان هذا أول موضوع ويانا اللي هو معاناة المعتقلين بداخل السجون العراقي وعدنا اتصال من الموصل، أم أحمد حياة الله أم أحمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أشانك أخويا حياة الله أختي بس بلد نحن أريد عندي شكوى مثل ناتفا بلد نتع السجون نعم أنا عدني صاري سنتين ماشعتونه لأن مريضة ما تقعني أو حزوره بسجن بابل للمركة الشكوى هنوكا بيها سجن هوا سجن بابل سجن بابل نعم لأن مريضة والله ما أقدر أروح أشوفه الطريق بعيد وخطار وما أقدر بزينا له فلوس يعني بالأمانات مع جماعة بنفس السجن ونفس العنوان واسمه نعم ما قبل يستنموا بالأمانات يعني تم منعوا عنا من الفلوس يعني الولد أشون يعيش أمين يعطل أمين يشربوا خابرنا قبل فترة قال ما يخلونا خابر كل شهر مرة وحدي مريض بزينا فلوس على السريع لأن ماكوا ماي ماكوا أكل يعني أكلهم وسخ بالقاعات يعني حالة يرسلها نعم وبعثنا المصرف مع الجماعة والله ما قبل استنموا أبو الأمانات ورجعون نهية يعني أشون نحن ناشد ونزل العدل يعمل أن حالة للولاد هم مظلومين وهم أبرياء نتيجة المخبر السري نعم 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 وصلت رسالتك وشكواتك أم أحمد أم أحمد تقول أني عندي معتقل في سجن بابل صار لسنين ما شايفته بسبب المرض وهوية أسباب أخرى وحجت لنا الشوكة الشكوى اللي قدمتها والحال اللي موجودة بداخل السجن أم أحمد أم وهوية أمهات مثلها أم أحمد مرض شبيرة بالعمر ربي يطيها طولة العمر ويقر عينها بشوفة ابنها هواية أمهات بالعراق مثلها لكن المشكلة ويا من تحجي روح إلى قضية ثانية اللي هي خطرة إلى أبعد حد الأوبئة أو الأمراض مع الأسف بالعراق أكو شيء اسمه وزارة الصحة بس أبعد ما تكون عن وزارة هي عبارة عن كشك للسرقات فقط وزارة الصحة الحالية كشفت ارتفاع الإصابات بمرض الحمى النازفية بالعراق إلى 192 حالة بينهم 29 وفات من بداية عام 2023 يعني 29 حالة وفاة بخلال الست شهر هاي اللي احنا عاشينها ورما كان المرض وصل إلى أعلى مستويات انتشارة بسنة 2022 وأكدوا ارتفاع شبير بمعدلات الإصابة من المرض إلا أن البلاد ما تخلصت من المرض العام الماضي ليش؟ لأنه أكو إهمال واضح للإجراءات الوقائية على الرغم من استمرار تسجيل الإصابات بالمرض لكن الإجراءات الوقائية من متابعة ومنع الجزر العشوائي وساحات بيع المواشي وتربيتها بداخل المناطق السكنية إضافة إلى عمليات المكافحة تكاد تكون معدوماً مثلاً بغداد وتحديداً مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد بغداد اللي تعاني حال على حال المدن العراقية من الحمى الناس فيها أدنا صور ملتقطة من هناك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تبين استمرار الرعي العشوائي بطرق المدينة وغياب المتابعة هذا الشي اللي ينظر بكارثة شبيرة على المدى البعيد تعالوا نشوف ما رأيكم؟ هاي بمدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد طبعاً أكثر الناس أرضة إلى الحمى الناس فيها هم اللي يشتغلون بمجال الجزارة أو الإقصابة ومربين ما شيء وفقاً إلى وزارة الصحة اللي تعتبر أكثر أرضة للإصابة بهذا المرض هم اللي يشتغلون بهذا المجال علماً أنه ما كل قاحل هذا المرض لا للإنسان ولا للحيوان أما أعراض الأولية هي حمى آلام عضلات آلام بالبطن لكن لما يتطور المرض بداخل الإنسان يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم واللي أدي إلى الوفاة حسب وزارة الصحة بالعراق الإصابة بالفيروس الحمى النسفية تؤدي إلى الوفاة بمعدد راوح من 10 إلى 40% من المصابين هذا وفق منظمة الصحة العالمية وأول دخول هذا المرض للعراق شهد سنة 79 بالبصرة وعلى الرغم من التحذيرات من تبعات تفشي المرض هناك حالياً لكن ظاهرة الرعي الأشوائي بشوارع المدينة بعدها مستمر وخلونا نشوف هذه الصور اللي تم التقاطها بالقرب من الجسر الإيطالي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي نحن ذا اشتركوا في القناة فاكو تماس مباشرة بينها وبين الانسان اضافة الى انه اكو ناس يشتغلون بيها ناس يشتغلون في تربيتها وقصابتها وبيعها الى الناس بشكل عام فالمفروض اكو اماكن مخصصة مو بالشارع زين انت من ربيتها بالشارع اشتاكل زبل اما من البصرة نروح الى كاركوك كاركوك هي مركز محافظة التأميم الكل يعرف ان وزارة الصحة مقصرة بواجبها لكن هناك الكوادر الطبية او الطواقم الطبية استنفرت بالمحافظة كل جهودها بمحاولة منها ان تحد من تفشي المرض اللي صار يهدد صحة الانسان العراقي بظل انهيار القطاع الصحي بالبلاد سيارات الاسعاف جابت شوارع مدينة كاركوك والمحافظة لبث التعليمات لنشر التعليمات اللي من المفترض ان يتخذها الانسان في حال صار لا سامحه الانسان تعالوا نسمع التعليمات الصحية والاجراءات الوطائية وعدد الشراء اللحم الغني المجازة الغير واخنية من الركاب الصحية والتبليغ عن اماكن الزفح الاشوائي داخل اللحظة التكنية حصابا على سلامتكم وسلامتكم أهالين الكراك تدعوكم ادارة المحافظة ودائرة صحة كاركوك الاتباع التعليمات الصحية والاجراءات الوطائية في ظل انتشار امراض الحمى النجافية بالمحافظة وتدعوكم الى الاملاغ عن اماكن الزفح الاشوائي وعن اماكن المتاثر الاحياء السكنية وتدعوها اللي داي سووه صحيح وحلو بس شن الفائدة لما ماكو جهة راقب يعني هيا لو اكو جهة تنفذ الاوامر بشكل صحيح وتزاملها واحد اثنين من اللي ربون المواشب داخل الاحياء السكنية تحرمهم وتصادر رؤوس الابقار والاغنام الموجودة يومهم وتسوي لهم اي طريقة عقابية لدرجة انه الباقي بعد مايفكر يسوي هذا الشي تلقون انتشار لهذه الصورة لكن المشكلة انه قامت كل جهة تخاف من الجهة الثانية فابو الشرطة يخاف من الامن الوطني وابو الامن الوطني يخاف من الحشد وابو الحشد يخاف من الجيش ليش لاني نقولك هذا عند فلان بفلان جه او بالعكس عفوا ابو الجيش يخاف من الحشد الوطني خاف هذا عند قرائب بفلان جهة خاف هذا عند صديق بفلان جهة خاف هذا الناس بفلان بفلان جهة فمن اندق به هاي مشكلة العراق اللي هي المحسوبية الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليقه يانا من عادل ابو احمد على فيسبوك بدل هذا النداء على وزارة الصحة تشغيل المجازر الحكومية ومتابعة بائعي اللحوم نعم مصطفى فريد حقيقة كارثة شبيرة جدا يجب وضع قانون شديد اتجاه اهل الحيوانات يقصد مربي الحيوانات محمد عبدالله طبعا وين قبل اللحوم كلها عراقية صحية خاضع لوزارة الصحة والسيطرة النوعية القصاب الى فحص صحي ومجاز ويفحصون المحل وختم للحم ابو احمد كاظم كل العراق مذابح غير رسمية وذبح عشوائي ولا رقابة للقصابين يذبحون براحتهم بلا فحص والناس مضطرة يقصد ان الناس مضطرة ان تشتري هذا اللحم خصوصا انه ماكو رقابة من وزارة الصحة على هذا الموضوع ابو عمر من الناصرية حياك الله السلام عليكم استاذ افن عليكم السلام ورحمة الله راكب عمر تسليم من الناصر طبعا تقول على الصحة يا صحة هاي هي الصحة كلها فساد داري هذا وجه الصحة يعني ما جايشوف الوضع هذا البشوارح هذا الزبح العشوائي ولهم مبسطين يعني مبسطين كشيكو يمبسط عليه اللحم يا انت شوان تذبح وين ذبحها وشوان زبحتها وشوان جبتها بالسوق وتفيحها على المواطن تقول له لا انا شوان يعرف لا اكو رقابة رقابة صحية وهم يعني هم يعني هم مذل ما تقول هم جايشوف الامراض يشتروهنا انه انه مشترة الشعب العراقي يعني هم متعمدين يا صحة صحة فساتها من رجلها الى راتها تقول له لا كل انفاس دين هم يا هم تسووا هم تسووا هم هم جايش يسوون هسا هم اكو رقابة يعني انا ما شافت خليشوفوا الدول هاي الدول هاي الدول هاي الدول اللي مجاورة يعني يعني ايباري شعبة من الامراض هاي الصحة مارتهم 24 ساعة تفتر زينا احنا جاي الدبح بالشوارع لا رقابة لا رقي اكلش ما عليه يجي ويزبح وقام يبيع تقول له لا عمي البلد صارتيها البلد صارتيها مع الاسف صار بيدين ذولة نعم بيدة حرامية يا صحة يا زراعة يا صناعة نعم يا تعليم يا عمي عمي خلصنا والله العمي مشا حتى قلبنا خلاص من حتم دولة قلبنا خلاص هذول هست دولة بالموازلة دولة هست ولل عقلهم بالموازلة هست فالحل الموازلة شوان اني يبوكون دولة دولة جاي خربون ما جاي علاهم بالبلاد يا بالله غير هممممممممممممممممممممممممممممممممممممممامممم يعني حتى حقوق الإنسان حتى وياهم حقوق الإنسان هم فاشلة والله العظيم وجاي رشونها رشوة والله يا بلاس خارج جاي تأخذ فلوس والله العظيم والله العظيم جاي تأخذ فلوس ملعبهم جاي يطونه وجاي يسوي العلاقات بأي الدول الدول هذة التو تعفون دول حرامية الدول تحطونه ديكم بديهم دوله يعني والله العظيم دول حرامية يا أمم المتحدة حشاك والله العظيم كيف هو روسنا يا عمي ما على أسف والله العظيم ما على أسف هذا بهم هذا العراق العظيم العظمى لله أنت تسون بي والله العظيم والله العظيم يعني شكل لك تسويت وما تسويت بي يعني ما بجو الله ابترياني لا ابترياني الله شاهد والله بس أحنا نقول اللهم ينتقل منكم إن شاء الله حسب الله هو أنا بنوكل عليكم الله ينتقل منكم من شبيركم لا زغيركم الله لا وفقكم إن شاء الله من دنيا وبالآخرة لا تتعلمون المواطن البشر بأخذوا من الله واترهم من الله بعدين لأن سواتوا بالبلاد عمي سواتوا بالبلاد حطبتوا البلاد سواتوا بي تجنتوا العالم أبرياء حجتوا العالم ابن بيوته والله بالعارة يعني أزد من هاي بعثون حسنوا بالتعليم أشج شعب العراقي والله لkenntهم ثورة تريد لأنها هذه سنساءات احسن لك الحجل أبوعهم هذه الحجل لا ي Santقار هذه الثورة محارمة عليهم إن شاء الله والله الحظيم هذه الأمة هذه الأمة الحرامية وهذه الأمشة باعة باعوا التعليم الزراعة فكلها باعوا قالوا لا لا يخبروكم يا محد محد جايد جاوب محد جايد جاوب يعني والله العظيم محد جايد اتناشد من يا اتناشده نعم نعم هو حرامش محده هو اتناشد من نعم شكرا 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 لك أبو عمر هوايا من المحافظات العراقية سجلت في الفترة الأخيرا قطاع بشكل تام للتاركة الرباء يعني لانقطاع استمر 24 على 24 هذا كله بالتوازي ويشنو ارتفاع درجات الحرارة لانه احنا بفصل الصيف بشهر حزيران بشهر الجاي تموز والوراء آب واللي العراقيين يقولون تموز أبو الثورات وآب اللهاب الأيام الأخيرة شهدت بالعراق تصاعد ملحوظ بدرجات الحرارة بشكل عام واللي اتسببت بتراجع ساعات تجهيز الكهرباء وتسجلت من ساعات الصباح الباكر بمحافظات البصرة وميسان وذيقار جنوبا انطفاء تام للتيار الكهربائي امتد إلى محافظة واسط ظهر اليوم وبميسان جنوبا استغرب مواطن من عودة أزمة الكهرباء إلى الواجهة من جديد بظل الوعود الحكومية بتحسينها خلال فصل الصيف تعالوا نسمعها الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب فرق توزيع كهرباء ميسان اليوم موضوعنا بخصوص الكهرباء الكلام موجه للمسؤول وان شاء الله إلا كان أكون مسؤول بداية صيف وبدت للقطاعات وعلى الكهرباء احنا نريد نعرف شين السبب بدا صيف وبدت للقطاعات جاي تختبرونني تختبرون صبرنا تعودوننا على الحار نريد نعرف شين السبب والكلام موجه للمهندس أقدم الرئيس مهندسين يعني خصوص مجاري الكهرباء والمجاري والمين بدا الصيف وبدت الانقطاعات بدت الانقطاعات مالكهرباء شين السبب وليش الجارة العزيزة قطعت الغاز قللت الغاز ليش وإحنا جاي غازنا نحرقه وينك يا رئيس مهندسين يا مهندس أقدم ليش ما تسوي لك محطة غازية وتفعلها وتسوي لك مصفة وشغل لك معمل هذا كنت انت رئيس مهندسين وانت كنت مهندس أقدم ليش ما تفعل شهادتك قال الكلام انتم طبعا انتم أصحاب الشهاد اللي كاتبينها أول ما تدخلوا وتلقاه فلان فلفلان رئيس مهندسين وين شهادتك؟ بدأ الصيف وبدأت الانقطاع عاث هس الناس لما تقول هذا انتشر المقطع لمواقع التواصل الاجتماعي من هو رئيس المهندسين هذا ومن هو المهندس الأقدم أنا أقول لكم هذا يقصد محمد الشاع السوداني لأن هو كاتب على نفسه مهندس أقدم ورئيس مهندسين بس أنا أحكو يا المواطن يبدو أنه المهندس الأقدم تنطبق عليه كلمة الأقدم السيركت ماتها قديم ما يشتغل عدل فيحتاج واحد عنده السيركت جديد حتى يشتغل عدل المشكلة يعني ما أعرف إذا هو كان فعلا رئيس مهندسين ومهندس أقدم فهوين الخبرة بالموضوع؟ ما أدري وين مشتغل؟ ما أدري شنو اللي مسوي بهذا الموضوع؟ ما أدري قال كلمة حلوة قال كلهم كاتبين بالسيفيات مالتهم شهاية بس وينها على عرض الواقع؟ مع الأسف الكل يعرف وإذا الكل ما يعرف نحب نقول لهم وأحب أقول للمواطن العزيز اللي طالع هنا إنه أغلب اللي موجودين وكاتبين الدئ الدكتور فلان الفلاني ورئيس مهندسين ومهندس وأستاذ جامعي وغيرها وغيرها هي شهادات تزوير مع الأسف وهو باعتراف رسمي حكومي إضافة إلى ذلك قال كلمة قال الجارة جارة السوء وقال عليها العزيزة إيران اللي قطعت الغاز عن العراق جارة السوء ما خلت شيء للعراق حتى نقول عليها الجارة العزيزة قطعة المي قطعة الغاز قطعة كل شيء كل شيء قطعته ودزت لنا المخدرات والكريستال والهيروين وغيرها 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 والإيدز والمواد الغذائية التالفة ما دزت لنا غير هذا النهي فشون صارت جارة عزيزة معرف إضافة إلى قال كلمة قلناها في صوتكم في حلقات مصار الهتشميون من طلعت عدنا غاز نحن دن حرقة هذا الغاز يسبب تلوث إذا أنت رئيس مهندسين ومهندس أقدم روح فكر بي سبق أن وعدت وزارة الكهرباء أن يتم تحسين الطاقة الكهربائية وزيادات ساعات التجهيز خلال موسم الصيف هذا وعده مم وأكدت أنه تم إدخال طاقات توليدية جديدة إلى منظومة الكهرباء الوطنية العراقية وأكدت دخول خطوط نقل ستراتيجية بين المحافظات كانت بالسابق معطلة يعني اللي قالتها وزارة الكهرباء الحالية أنه كل شيء رح يصير تمام لكن هاي الوعود سرعا ما كشفت كذبها لأنه أزمة الطاقة الجديدة بظل الحديث عن قطع إيران إمدادات الغاز وتسببها بتراجع ساعات الكهرباء وتزويد الكهرباء كان هو الدليل بها الأثناء عدنا مقطع مصور مواطن من البصرة تصل على وزير الكهرباء زياد علي فاضل رزيج وقدم شكوى بشأن انهيار منظومتك كهرباء في المدينة بسبب قطع الغاز الإيراني تعالوا نسمع ألو ألو السلام عليكم سيادة الوزير ألو السلام ورحمة الله سياد استاذ زياد مو ايه استاذ زياد انت محسوب على البصرة وحنا البصرة لطلب من جنابك المحترم التواجد كل اسبوع في محافظة البصرة شو قضية وان جايد لك وزير كل اسبوع من بصرة يا حد شايد سيادة الوزير البصرة إلى خصوصية خاصة وعاكم مؤامرات ربما تحاق ضدك المشكلة عندنا عملية انقطاع في أغلب مناطق البصرة وبرمجة من تتصل على 159 يا أمي يقولون لك عندنا صيانة ومن المعروف انه بقت الذروة يعني بهاي الفصل مال الصيف وخاصة بسادس والسابع ماكو صيانة اليوم اتصلت بهم يقولون لخط الإيران انقطع هل هاي المعلومات صحيحة يا سيادة الوزير احنا منطقة يسموننا 74 العابر وراء ياسين خريبه الرجال لا واحد قلبي داي يقول لك بسبب القطاع الإيراني تقول لها بيا منطقة نطلعت سؤال شون هزمت قبل ها العفو حرجة للرجال سيادة المواطن شون تسأله هاي سؤال انت تعرف رواتبة يقبضها منك انت تعرف انه الاخصار وزير بموافقة منك انت تعرف انه الحكومة كلها تمت الموافقة عليها لما نجدت الأوكي منك فشان تقول لها بسبب القطع الإيراني لانه انتهي تحرجة ولما انت حرجة تجي الكفخة من فوق ببغداد هاي الصورة بملعب المدينة الدولي اكو مباراة ودية لمنتخب العراق الأولمبي للشباب ويا نظير الأردني صارت على وقع حتافات ضد الطبقة الحاكمة الفاسدة بسبب توقف المباراة يا تراليا شوفة المباراة لانه تيار كهرباء يتوقف عن الملعب تعالوا نشوف هذا المشهد من مشاهد الفشل والصخط ضد الحكومة حلوة بحقكم هس الكادر الفني والتدريبي والوعيب للمنتخب الأولمبي الأردني لما يطلعون من العراق ويرجعون إلى بلدهم وينقلون هاي الصورة عن العراق العظيم حلوة بحقكم لما يرحون إلى هناك ويحشون عن بلد يعتبر بلد مؤسس إلى جمعية الأمم المتحدة وهذه صورته حلوة بحقكم لما يطلعون من بلد بحضارات لآلاف السنين قبل الميلاد وهو بلد الحضارات مو وحدة أكثر من وحدة حلوة بحقكم لما يطلعون من بلد في فترة من الفترات حكم العالم من المشرق إلى المغرب حلوة بحقكم لما يطلعون من عدكم ويرجعون إلى بلدهم وجامعاتهم تزخر بالعقول العراقية والأساتذة العراقين اللي خرجت أجيال وأساتذة ودكاترة على إيديهم ولما يجون إلى هذا البلد اللي بي أساتذة موجودين في بلدهم الثاني تكون هاي الصورة الناس لما شافت هاي الصورة علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود من عباس فاضل يقول كان استحيته والله من لعبة ساعة ونصف ما قدرته توفرون كهرباء أحمد الزبيدي نعم القائمين على الملعب لازم يتحملون المسؤولية أحمد عودة هي يا لعبة مهمة ما طفت بها الكهرباء عادي هذا واقع معاناة الشعب وحاتم العتاب يقول لكن السؤال المهم من العيب والمغزي دولة لا تستطيع توفير الأمن والحماية داخل الملعب وتحمي منظومتك كهرباء داخل ملعب صغير عجيبة غريبة فكانت هاي تعليقات الناس حول هاي القضية أبو عبد الله من صلاح الدين حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أستاذ العزيز أنت من تقول تقول فلان دكتور فلان دكتور يا أستاذ هاي يعني مونو بونوكين أي شيناها شئ هاي العيجيبوها بفلوس يشتريها بفلوس دكتور ما لعили شوها دكتور يعني مع احتراماتي مع احتراماتي هذه الأساتذة في العراق السابق مو هست مو هذا العراق الهست ماكو الفشل نورى المالكي ومحمد الحلبوسي يعني كانوا أساتذة مالكا مو أساتذة إذا كل حسارية من العراق إذا دكتوران من العراق إذا يعني اون ف halten أو في الصور يتخرج من العراق يعني وين وصلون هذول هذول ناس ما أقول جثني ناس في ترجع العراق ما قبل الحضارة يعني اليوم محمد شاع السوداني يطلع ماذا شفت مؤتمر على قناة صلاح دين يقول إذا رجع الناز الآن آخر نازل رجع الليبيتة إذن أنت من تقول الليبيتة وهو الليبيتة متبلش للقاع وين يترجع الليبيتة أنت حتى تحسين من كل حقلك طاحي لون كبسل لون طلق جواباتك مخدرات من ذلك من إيران كبسلت وطلعت على القناة يعني نحن 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 نقول لك الأستاذ الدكتور المهندس يا مهندس عمي يعني تلقي مدير دائرة اللي مشي موظف بسيط ما هو موظف بسيط لمشي من تحشي يا المدير المدير يخلي ثلاثة أربحة يشلم نروح على المعكمة والله عنده شهود يا عمي والله على العالم طفلة رواحها يا عم العالم يعني قامت قامت كرس حتى يعني أنت مو قال لك يا عش قال لك حزب بعض قال لك عمي والله كلهم هاي الحكومة كلهم أنا قل لك وأنا مسؤول عن كلامي ماذا تصله وقندرت البعث بقدر الشعر لا هو الله يعني قلت لك هاي قوات أمية قلت قوات أمية يا قوات أمية عمي يجيك ماكو هو فقوات الأمنية والكبتل فقوات الأمنية ويجيك ماكو تكران من قاعة تكران جاي على الأذية ما كويش يا عمي هذ مو عراق مو بلد هالعقد هو ناس عصابات كل من حزبة ويا حزب يا سلم حزبة نحن بنقول حزب ترحل نكبر مو حزب مو حزب كل من عصابتكم مليشاتها يعني من تجي بقسبة المحافظة تجي تعيينات كل من أخذ إلى حصة كل من إلى هل قد اسم راح باحد هل قد دستار يا عمي يا دكاترة عمي والله مو دكاترة هذول هذول فشل العراق هم هذول يحد فشل العراق مع احترامات للعراق مع احترامات للأساتذة بالعراق هذول فشل العراق والأساتذة للناس الطيبة والشرفاء والنزيين مثلك انت ومثل عمر ومثل اللاق ومثل اللاق بره العراق لأن انت عداعي ببشي حق ما حيري لك انت يعني عندك قلقنات مراتكم عمر بس اسمه بس اسمه عمر إذا يجي الباداد اسمه دعوة بس اسمه دعوة يا عمي جتنا ناس دايحة حيشاك والله هذ هذ سني هذ مذي شنو هذ بعثي هذ صدامي هذ هذ يعني سويت انت شنو يجي تقول انا دكتور دكتور يمشيك موظف تنتير موظف بسيط ماكو ما عنده شهادة ما عنده شهادة ما تداية ويمشيك على البوق وعالتريقة يا عمي والله شفنا شي عجب يدوه نا يعني تروح تشتكي يم محافظ يمنا شديبتنا هم الدعوة تروح تشتكي يم المدير الأعلى من المدير شعبة هم نسته الحتي يحتي كل هات شدفة بشدفة هاي كله صارت فيهاي انا العدح فيهاك نا انا العدح فيهاك صارت فيهاي صارت فيهاي قبل شهر او اكثر قبل شهر او اكثر ويجي يم القاضي يجيب ناس بعدها بعد ممت عينه القضية صارت فيها قبل شهر يجيب وراء شهر ناس عينت يقول هات شاهد دين شاهد شلون انت كقاضي كقاضي قاضي تحكمه بحكم الله ترغب هاي الشهادة وين في شي عمي ترى حتى القضاءات حتى القضاءات مو صحيحين حتى القضاءات نا خافق لك القاضي وخافق لك محامي ما أنجس حيش السامح من القاضي غير المحامي نا نا شكرا شكرا لك أبو عبد الله نروح السئلة أزمة الجفاف بالعراق بدأت لاحظون كم كلمة قلنا أزمة هي العراق كل أزمات تحديدا نبدأ من قضاء المشخاب ومحافظة النجف أضر الصور منها كان جفاف التام النهر شلال بمشهد ينظر بكارثة على الحياة والتنوع البيئي بهذا النهر خلونا نشوف بنهر شلال شط شلال الرئيسي اللي عليه أكثر من عشرة آلاف دونم أكثر من خمسة وعشرين ألف نسمة هنا جاي يموتون على البطيء هذا الشط جفاف تام عشرة آلاف نسمة بس هاي مويتون وهذا الشط أمامكم كلها جفاف بعض أبناء بالأحزاب بعض اللوقية بعض المجرمين والعارات والسفلة يتهمونني بأنني أظل للرأي العام بأن ماكو جفاف رح أراويكم ناظم شلال إشلون جفاف تام هذا الناظم هذا ناظم شلال الرئيسي آلاف العوائل جاي تموت على البطيء هواية من الناشطين أجمعوا أنه ناشطين مجال بيئة أن الحكومة حكومة إطار التنسيق اللي رأسها محمد الشيعة السوداني ما عندها خبرة وما تملك أي معلومات كاملة عن الوضع البيئي بالعراق وأنها تتحدث عن مشكلة المناخ بالمؤتمرات والملتقيات لكنها ما تتخذ أي إجراءات واقعية وصفوا الجهود الحكومية بالحوار ودول الجوار بشأن الحصص المائية خجولة وضافوا أن الأيام الجاية رح تفضح الإجراءات الوراقية اللي تحدثت عنها الحكومة بشأن المعالجات الداخلية المخاطر أزمة البيئة والمناخ وحذروا من موعد جفاف جديد وشح بالأمطار إضافة إلى ارتفاع بنسب التلوث البيئي بالبلاد واتهم أبناء قضاء المشخاب وناشطين من النجف الجهات المختصة بسوء إدارة ملف المياه بظل عدم معرفة آلية التوزيع خلونا نشوف أنا بنصف شط المشخاب هذا النصف مع شط المشخاب هذا اللي تبقى من شط المشخاب سؤال للأحزاب الشيحية وجمهون الأحزاب الشيحية عشرين سنة ما قدرت تكروني الشط عشرين سنة ما قدرت تحافظون على حقوق اللي تدعون تمثيله أنتم أنتم من أساء للبلد أنتم جاي يقتلون الناس هذا الماي من ورد جهة ثانية مع تناظم ويني روح ليش أنا عطشان وهذا الماي جاي يروح لهناك من المسؤول حصتنا مع التلماء وين اللي جواب من المؤارد المائية خلتجيين هنا سؤالوا فيانه خليجون النواب والمحافظ خليجي وزير المؤارد المائية اللي من دولة القانون ومحافظنا الصدري وقام مقامنا البدري خليجون يقلوني هذا الماي وين جاي يروح وعنا كاتلنا العطش وحلالنا نهر المشخاب صاير مرعمة الغذم ما شاء الله الناس لما شافت هذه الفيديو علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجوديانه من ليث الجبوري ما طول العراق بذيول ما يصف إلا يتحاسبون أياد المالكي حقيقة هذا شط الفرات بحاجة إلى كري وإدامة ورفع التجاوزات على الجوانب وتمت مقابلة أكثر من مسؤول في المشخاب وناحية القادسية لكن دون جدوى فائز مالك الفتلاوي النظم الجديد انصرفت علي المليارات شنو الفائدة منه وين تكملت المشروع أين الأنهر الكونكريتية الفرعية التي رسمت بالمخطط أين الأموال التي صرفت عليه يجب الوقوف عليها أبو زين الحمداني يقول الله وكي لك حتى الإسالة قطعوها علينا قتل متعمد للمناطق الفقيرة وكانت هذه آخر ملف موجودين من ملفاتنا التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أما حاليا يحتف العالم خصوصا صحفيين العراق بذكرى الصحافة العراقية يوم 15 حزيران من كل سنة واللي مر عليهم وهم يواجهون مصاعب شبيرة تتمثل قمع متواصل من قبل السلطة وعزابها مخاطر الاعتقال خطف اغتيال من أطراف ما تريد للصحافة الحرة أن تأدي دورها بالعراق أو ما تريد للسلطة الرابعة أن تكون لها أي سلطة يواجهون اللي يشتغلون بمجال الصحافة العراقية عمليات ترهيب ومطاردة من قبل جهات وقوى سياسية تمتلك ميليشيات مسلحة خصوصا وراء ثورة تشرين بخريف سنة 2019 واللي راح ضحيتها آلاف الشهداء بينهم عدد كبير من الصحفيين وإجاء العراق بالمرتبة 167 من بين 180 دولة بحرية الصحافة لسنة 2023 بتقرير منظمة مراسلون بلا حدود حول حر أو أفواً حول حرية الصحافة العالمية ومناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بمطلع شهر آيار الماضي يعني ما بينه وبين ديل القائمة 13 دولة فقط كان هذا التقرير قسم التواصل الاجتماعي ركزلنا على هذا الموضوع وأنتجلنا تقرير في قناة الرافدين بهذا الخصوص أريدكم التابعوا ويانا سويا تصفية جسدية أو اختطاف في العلن في ظل إفلات الجنات من العقاب وغياب الدعم مشاهد تنغص على الصحفيين العراقيين الذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة لعيد الصحافة العراقية وسط مطالبات دولية ومحلية بإيجاد آلية لحماية الصحفيين ووضع حد للتضييق على وسائل الإعلام وحرية التعبير في العراق الإحصائيات الرسمية تشير إلى اغتيال أكثر من خمسمائة صحفي وإعلامي في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 جعلت تصنيف العراق مجددا من بين أخطر واحد وثلاثين بلدا في العالم بحسب تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود الأمر الذي دفع الصحفيين إلى المطالبة بضرورة حمايتهم والكشف عن قتلة زملائهم وتعويض عائلاتهم صحفيون غيبوا نتيجة سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الحكومات المتعاقبة ما أثار الرعب في قلوب العاملين في مجال الصحافة في العراق في ظل امتلاك أحزاب وشخصيات سياسية للقنوات التلفزيونية وتعيين أعضاء لهيئة الإعلام والاتصالات وفق معايير حزبية وطائفية ما يعزز هيمنة المحاصصة الطائفية على الإعلام واستبدادها به هيئة لا تعبأ لمعاناة الصحفيين والإعلاميين وتخضع لضوابط اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإيرانية في ظل مشهد تسود فيه عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقة والتغييب القسري سواء من الجهات الحكومية أو الميليشياوية حتى بات الخطاب الطائفي المهيمن على الساحة الإعلامية بعد إقصاء الأصوات الوطنية إذن هو مشهد قاتم يخيم على الصحافة العراقية في عيدها الرابع والخمسين بعد المئة بعد أن لف الغموض مصير حرية التعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورح نبقى مشاهدين الكرام بموضوع عيد الصحافة العراقية وثقت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالعراق بي اف اي اي 345 حالة بين اعتقال واحتجاز وتهديد وعرق للتغطيات وضرب وإهانات قضية فضلا عن دعاوى قضائية وإجراءات حكومية أسهمت بالتضييق والمنع خلال عام واحد فلهذا السبب كان اليوم ترند تصدر العراق هو وسم عيد الصحافة العراقية جمنا لكم بعض التغريدات مننا رح نقرأ لكم إياها على منصة تويتر في هذا اليوم نستذكر شهداء الكلمة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق والحقيقة ونعاهدهم بالسير على دربهم حتى النهاية وأن تبقى أقلامنا حرة وأن لا نخشى في الحق لو متلاء في هذا اليوم نستذكر شهداء الكلمة الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحق والحقيقة ونعاهدهم بالسير على دربهم حتى النهاية وأن تبقى أقلامنا حرة وأن لا نخشى في الحق لو متلائم وفرح العبيدين نهنأ الأسرة الصحفية في ذكرى عيد الصحافة العراقية ونأمل دعم حرية الصحافة والكلمة الحرة وتعزيز الصحافة الديمقراطية في العراق من قبل الدولة ومؤسساتها وتوفير بيئة آمنة وحماية أرواح الصحافيين من الخطر سمر طالب في عيد الصحافة العراقية احصوا لنا الشهداء الأوفياء وأكرموهم بدعوة تؤنسهم في قبورهم كانتها كلها على هاشتاغ عيد الصحافة العراقية وبالنسبة إلى رسالة واتساب رسالة واحدة وصلتني السلام عليكم أستاذ أخي الغالي أي وزارة الصحة وزير السلام من الوزارة سابقة وفشل وأخرج بسبب فساد مالي سابقا لكنه يعود مرة أخرى بأمر المالك المستشفيات في أسوأ حالها من يراجع هو في حالة خطيرة أما من يدخل الجناح الخاص بملايين الدنانير أو يأخذ موعد على العام لستة أشهر أو سبعة وكذلك الفعص إما يكون خاص أو موعد لثلاثة أشهر ورسالة أطول أعتذر منك أخوي أبو محمد من النروج مشاهدين يا كرام كان هذا كل ما موجود يعني في حلقة صوتكم لهذا المساء نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت أعجابكم انتظرونا إن شاء الله وانتظروني يوم الجمعة الجاية في أمان الله اشتركوا في القناة